احنا بقلنا سنوات و احنا نيجي كل موسم صيف بطيق و خوق و مش مش و نقول و الاشاعات و اهل السوق دايما يقولك ان دي مسممة و بتسبب امراض و بتسبب كذا و بتسبب كذا احنا تعودنا على كده كمصريين ان احنا بقلنا سنوات نيجي في المواسم دي لانه هدفه ضرب هذه المنتجات الزراعية المصري ليس هدفه انه هو فعلا فيه مبيدات او فيه متبقيات او بيعمل تسمم الحقيقة على مدى السنوات اللي فاتت لا توجد اي انواع من الفواكه او القدر مسمامة او بتسبب مشاكل اطلاقا حتى البطيق السنادي الحالات اللي قالوها احنا عارفين البطيق بيتقطع بيتخزن ممكن يعد اسبوعين تلاتة بيتنقل من سوق لسوق سوق عملية التخزين للمنتجات قد تؤدي الى تلف هذه المنتجات انما لا يوجد تسمم من اي منتج زراعي في مصر وإلا ده احنا بنصدر ده احنا البطيق السنادي مصدرين لغاية تقريبا من اسبوعين او تلات اسابيع حوال 6000 طن بطيق ومن اجود انواع البطيق ما فيش شحنة واحدة رجال لما يتكلم على الرمان ما فيش شحنة رجال لما يتكلم على المشمش ما فيش شحنة طلعت من مصر وتم رفضها ولكن هي اشعاعات اشعاعات لازم كلنا انه بواخدين بالنا كمواطين مصريين ان الاشعاعات دي بتستهدفنا كلنا بتستهدف منتجاتنا عشان تأثر على منتجاتنا تلاقي فيديو احيانا متداول من اسبوع او من عشر تيام على طماطم اللي رموها في الترعة ولا هذا الفيديو يعني شيء عجيب جدا يعني شيء عجيب جدا يعني احنا معناها ان احنا عندنا انتاج عالي معناها ان احنا عندنا منتجات جودتها عالية جدا ولكن اللي بيعمل كده وانا بقول على مسئولية اللي بيعمل كده هدفه عايز ياخد تعويض طب انت لما الطماطم بيوصل 8-10 جنيه للكيلو ولا 8 جنيه ولا 9 جنيه انت بتدفع حاجة للدولة معناها ان السلالات بتاعتنا والقصان بتاعتنا جيدة معناها ان الانتاج بتاعنا عالي معناها ان كل منتجاتنا امنة تيجي النهاردة حضرتك تشير فيديو وتقول انا الطماطم سعرها مش جايب وبالتالي انا معناها ايه معناها ان انا انتاجي جيد معناها ان انا عندي وفرة في الانتاج معناها ان سيادتك بتعمل ده عشان تطلب تعويض طب انت لما بيوصل سعر كيلو الطماطم 8 جنيه او 10 جنيه بتدفع حاجة للدولة لان النهاردة فيه تجارة حرة فيه سياسة العرض والطلب اه اه الدولة بتدخل لما بيحصل ازمات في بعض السلح الدولة بتدخل وبتعمل عملية مراخبة وعملية متابعة انما خولا واحدا احنا كل منتجاتنا امنة كل منتجاتنا سليمة عندنا معهد متبقيات المبيدات بياخد عينات بياخد عينات من كل الاسواء وبالتالي بيحللها ولو فيه نسبة بيقول مفيش بيقول معهد متخصص معمل متخصص وعندنا كمان تتبع دلوقتي للمزارع التكويد نظام التكويد اللي عملوه معروف المنتج ده طالع من المزارع الفلانية في محافظة كذا الدورة بتاعته كذا كل دي كل الاجراءات اللي خدتها الدولة دي عشان تضمن ان المنتج اللي طالع ده امن وصحي زي ما انا بصدر منتج ضمنه تماما انا يهمني المواطن المصري ابن بلدي انه يقول نفس المنتج الامن والجيد والصحي لما الدولة انشأت هيئة سلامة الغزاء ايه الهدف من هيئة سلامة الغزاء عشان تعمل عملية مراقبة ومتابعة لكل المنتجات الغزائية سواء كانت نباتية او حيوانية التي تقدم للمواطن المصري او يتم تصديرها لخات كل دي اليات عشان تحكم عملية الرقابة وجودة المنتجات بتاعتنا سواء كانت نباتية او حيوانية